السلام عليكم يا شيري أتمنى أن تكونوا جيدا إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير اليوم جيتكم بوصفت مطلوع طاجين بطريقة سهلة للمبتدئات بدون عجن الطريقة هذي اللي رح نمدها لكم اليوم ما فيها المتعجنو ما تدلكو الاباتة تاعكم ويجي بزف خفيف وطري كما كتشوفوا يجي ما شاء الله يجي ولا أرواع سيوا معايا هاد تكتفوا معايا هاد هاد طريقة راهي ناجحة مئة بالمئة على ضمانتي هذي المبتدئات على ضمانتي ناجحة وسهلة رح نشوفوا المقادير تاع الوصفة تاعنا رح نحتاجوا كيلة تاع فارينة مع نص كيلة تاع سميد سميد رطب والنص الاخور غادي نعمرو كما كتشوفوا اني معمرا النص تاع الكيلة سميد واللي باقي غادي نزيده فارينة كيلة ونص فارينة مع نص كيلة سميد وكيلة ما هاي نص داع الكيلة تاع السميد غادي نزيد عليها نكملها فارينة ونزيدها كما كتشوفوا ونسحقوا فيها كيلة تاع ما مغرف كبيرة سكر مغرف كبيرة خميرة الخبز مغرف صغيرة ملح ونبدو نخلطو المكونات تاعنا نخلطو البدياغ المكونات الجافة ونخلطو المكونات الجافة ونبعدو نزيدو في الماء تدريجيا كتشوفوا معايا وما غادي ما نعجنوش لابات هادي ما تنعجنش كما كتشوفوا معايا خلطنا هادوك المكونات الجافة وبدو نزيد في الماء تدريجيا وبدو نخلطو هاكا غادي نلمو بصبعتين غادي نطمو هادي كلابات تاعنا ما نعجنوهاش فالا كما كتشوفوا نبدو نزيدو غادي شوية الماء ونطمو لابات تاعنا بها الطريقة ما كتشوفوا معايا طوكما كتشوفوا بدي تغين طمو الفلابات هنا يا بخيمة طميتها خدست معايا كيلة تعلمة كملت هاديك الكيلة تعلمة وكما كتشوفوا هادي تقولوا تحصلوا على هاد النتيجة هاكا غادي تقولوا هاكا تتلصق معاكم وما تخافوش منها غادي تلقوها هاكا تتلصق كما كتشوفوا غادي تكملوا غلا الكيلة تاعكم كامل تعلمة وغادي نخلوها كما راهي ونغطيها نغطيها نبلع عليها ونخلوها مدة عشرة دقائق بابخي ما تفوت هديك عشرة دقائق غادي نقول لنا نشوفوا رابطة عنا غادي نلقوها بهاد بهاد الشكل كما راكوا تشوفوا معي احنا ابخي ما فاتت عليها عشرة دقائق دونك دركة ما غاديش نزيدو لها غادي جست نشمخو صباحتينه نشمخو غيدي دينا ونبدو نديرو لها هاكا نبدو نحلوه فيها بهات الطريقة غيف هاديك لغيف هاديك البغل وغيف هاديك الغيسيبيون ونبدو ندورو في الغيسيبيون ما ندوروش فلاباتان هنا يندور في هاديك الغيسيبيون ونبدو نحل في هاكا بسباحتين لاني مشمختهم بالماء نرمان ما راح الشرح واضح ان شاء الله برك نكون رانية نشح لكم بطريقة بسيطة نحوص المكسيموم نفهمكم كيف هالشي هادي كما هكا تبدو تطلقوها غيب غيب صباح تيكم غيب تشمخوا صباح تيكم وتطلقوها شوي هاكا واحد واحد الخمس دقائق ولا تلتقائق وتعاودوا تبلعوا عليها تغطيوها وتخلوها تاني تريح مدة عشرة دقائق وحدوها هادي للمرة الثانية ونعاودوا هنا ابخي ما فاتت عشرة دقائق نزيد ونعاودوا لتخوزين فوق هادي المرة الثالثة المرة الثالثة ثانية بنفس الطريقة نشمخو غيصبا حتينا ونبدو نحلو فيها كما هكا ما نشمخوش لابات متشمخوش لعجينة تيكم جسد صباح تيكم و جسد اللي بديكم وتبدو تحلوها بها الطريقة كما راك تشوف في الفيديو هات الشكل اي فالا غادي تطلقو لابات تيكم لابات تترية لابات تتحصلوا على نفس النتيجة وكما تدلكوا لابات مفيهاش تتعب عندي سهلة مفيهاش تتعب مفيهاش تتعب تقعد يتدلكي وتعجني ومنا هادي جي سهلة هادي لاتخوزين فو عاودنا باللعنة ها نخلوها واحد تتخمر تتخمر معانا ابخي ما تتخمر معانا وتطلق فولا هادي هي ابخي ما تتخمر معانا انتظروا اوه ايضا اوه اوه حاومة اوه 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 كمية 3 خبز 3 مطلوع 4 من المطلوع 3 خبز 3 خبز 4 خبز 4 خبز 5 خبز 5 خبز لا تكسليهم بزاف جو غغيني شوية بسبعتك وتغطيهم تخليهم يريحوا واحد العشد غارق وتعودوا سحلوا عليهم غادي تلقوهم هاكا بهذا الشكل واجدين درك نبدو نطيبو فيهم هنا حكمت الطاجين كيلي عندهم الطاجين هاداك اللي يجيغي هاكا بلا هنا ما عنديش هاداك الطاجين دونك ونبغي نطيبها بهذا الطريقة ننقلب الطاجين تانا ولي عندهم هاداك الطاجين اللي يجيغي هاكا بلا يساعدهم دونك قلبت الطاجين ودرتها على النار متوسطة وحطيت المطلوح تاعنا ونخله هاي طيب اي فوالا هادي هي نتيجة تاعنا كيما شفتم معايا خيما طيبت هاداك المطلوع يجي ما شاء الله يجي كيما كتشفوا معايا الطريق ويجي خفيف ريشة وجي بزاف بزاف بنين دونك مطلوع هادا المطلوع طريقة تاعه ناجحة 100% ناجحة مئة بالمئة تانا اللي جامي سيئة سيئة دي المطلوع هادا الطريقة ناجحة دونك فوالا كتشفوا معايا خرج ما شاء الله خرجي شاهي كيما كتشوفوا دونك غدي نقسم معاكم حبة تشوفها كيف هاش جات ما الداخل طيب كان حكمتها قسمتها هاكا جيس ما باش نقسمها بالخدمي هادا باش تشوفوا هادا عن قرب كيف هاش جي جي ما شاء الله كيما كتشوفوا جات ما شاء الله وفعلا هادي هي النتيجة تعال مطلوع تاعنا اتمنى تكون نال اعجابكم فيديو تاعنا اليوم قد نكون سلامة لي في روحتيكم